يواصل النظام السوري تصعيده بقصف ريفي محافظتي إدلب وحماء حيث سقط عدد من الضحايا بنيرانه في الساعات الأخيرة قوات النظام قصفت مدفعيا وصاروخيا قرية الزيادية وبلدة كانصفرة بريف إدلب وقصفت بالمدفعية الثقيلة منازل المدنيين في بلدات الدقماخ وخسطون وزيزون في ريف حامات الغربي ما أدى لمقتل مدنيين بينهم أربعة أطفال من عائلة واحدة مصادر في المعارضة المسلحة قالت أن تصعيد النظام والميليشيات المساندة له والروسيا المستمرة منذ قرابة شهر في شمال غربي سوريا يعود إلى أسباب عدة منها غياب اتفاق تركي روسي في جولة أستان الأخيرة وفشل محاولات روسيا إجبار المهجرين على العودة إلى مناطق النظام لذا فهي تسعى من خلال القصف لجعل حياة هؤلاء المهجرين جحيما حيث لا يجدون ملجأ من القصف إلا بالعودة إلى مناطق النظام وفي محافظة درع ينتظر آلاف المدنيين في أحياء منطقة درع البلد نتائج المشاورات والاجتماعات التي تعقد منذ أيام بين اللجنة المركزية التي تفاوض عن أهالي هذه الأحياء وبين الجانب الروسي والتي يعمل النظام على إفشالها بحسب مصادر محلية بتعنته وتمسكه بشروطه لفك الحصار المتواصل منذ شهر ونصف الشهر على درع البلد في محاولة لإخضاع كامل محافظة درع لسيطارته في هذه الأثناء قصفت قوات النظام وميليشياتها خلال الساعات الأخيرة أحياء درع البلد بالمضادات الأرضية والأسلحة الرشاشة وبقذائف الهون في ظل ترقب من السكان لاجتماع كان سيجري بين اللجان المركزية واللجنة الأمنية التابعة للنظام برعاية روسية وذلك بعد تأجيل الاجتماع ثلاث مرة